شامل أريد أن أرحب خاصة بضيفين عزيزين علينا هما السيدة نوال سعدوي والسيدة دونيس وطبعاً إذن هو هذا الحفل للتوسيم وسوف أعود إلى ذلك بعد حين وفي الحقيقة هو حفل التوسيم يكون مقتضب ولا يقع فيه كلام كثير ولكن أنا لا أستطيع أن أستسلم لهذا البروتوكول ولا أعبر عن شعوري تجاه هذين العالمين نوال سعدوي وأدونيس تربينا ونشأتنا والتنشئة كانت عن أفكار هذين العالمين وكل منهما اختار أن يذهب في طريق القطيعة وفي تمشي القطيعة وفي رسم القطيعة وهو طريق وتمشي يستلزم من الشجاعة ما تعرفون وأثبت كل منهما بأن له هذه الشجاعة الكبرى نوال سعدوي الكاتبة والمحللة والمثقفة إذن هي ذهبت بنا إلى القطيعة مع ما يسمى بميتافيزيقية الأجناس وبما يسمى بميتافيزيقية العلاقات الاجتماعية البطريقية ورسمت تلك القطيعة لتكرس ما جاء عن طريق حتى سيمون de Beauvoir في تلك القولة التي في الحقيقة لخصت كل شيء وهي قد ترسته بالحفر في هذه الثقافة العربية وفي كل ميكانيزماتها الاجتماعية أما أدونيس الشاعر الساحر فهو أيضا منذ منتصف السبعينات إذن طبعا قد سحرنا بشعره ولكن أيضا قد تنشئتنا الفكرية والثقافية كانت على أساس ذلك الكتاب المؤسس الذي اسمه الثابت والمتحول وهو بقي في ذاكرتنا جميعا إذن وهو إلى الآن ما زال يتناول إشكالية الاتباع والإبداع وما زال يقاوم في تلك ذلك التمشي الذي يريد أن يبقى في أريحية الاتباع ويريد أن يجنب لنفسه مخاطر مثل ما يقول الارتماف المجهول لأن الإبداع هو ارتماف المجهول ولأن البقاء في المعلوم لا ينفع وقد جربنا ذلك طويلا في إطار ثقافتنا ورأينا ما هي النتائج أدونيس تقديرا من تونس لما قدمه على امتداد العقود في خدمة للثقافة العربية تجلت في تجربة شعرية طويلة ومتطورة وفي تجربة ثكرية متنوعة تساءلت عن العصر والسياقات الحداثة المطروحة على الثقافة العربية ولما ساهم به من التعريف بالحضارة العربية بين الأمم نواز سعدوي تقديرا من تونس لما قدمته من خلال أعمال غزيرة من خدمة لقضايا المرأة والحق ومن تفكير جدي في قضايا التربية والمساواة الاجتماعية واعترافا بمضالها الاجتماعي الذي تشهد به كل الأجيال إن رئيس الجمهورية بعد الابتلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه وعلى مجالة الأوسم الصادرة بموجب القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنفيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 38 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مايه 2011 وخاصة الفصل 34 و34 منه وعلى الأمر عدد 997 لسنة 1998 المؤرخ في 2 مايه 1998 المتعلق بتحديد القطاعات ومجالات النشاط التي يشملها وسام الاستحقاق الوطني والمتمم بالأمر عدد 1179 لسنة 2004 المؤرخ في 24 مايه 2004 والأمر عدد 1751 لسنة 2006 المؤرخ في 19 جوان 2006 والأمر عدد 22 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصوه الفصل الأول يصند الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الثقافة ابتداء من يوم 2 أبريل 2015 للكاتبة والمحللة والمثقفة العربية السيدة نوالي السعداوي وإلى الكاتب والشاعر والمثقف العربي السيد أدونيس اشتركوا في القناة سيدة نواليس سيدة نواليس اشتركوا في القناة حدود الارض والغغرافيا والتاريخ وتجاوزت العائلة حدود البيولوجيا وعلاقات الدم اشهر فعلا منذ طفولة انني خلقت لهذه اللحظة هذه اللحظة بزداد منذ 84 عاما منذ ولدت عام 1930 في قرية بمصر تنبأت انني سأكون هنا في وطني وبين اهلي انا لك لم يكن لي وطن ولم يكن لي اهل وأشكركم كثيرا السيدة وزيرة الثقافة الأخوات والأخوة الحضور اعتز بهذا الوسام بسببين تاريخي ورمزي فهو من الناحية الاولى الوسام العربي الأول الذي اتلقى وهو من الناحية الثانية يندرج في افق ثقافي كوني الى جانب الاحتفاء الذي شرفني به خلاقون ثقافة في العالم والساهرون عليها ميدالية دي كاسو لليونيسكو ميدالية جوتي وأوسمة الأداب والليجون دونير انشرانسية تمثيلا لا حصب اعتز بهذا المسام التونسي على نحو الأخص في هذا المنعطف الحضاري الذي يعيشه العرب منعطف التحولات الكبرى نحو مدنية الحياة والإنسان والثقافة ونحو الديمقراطية حيث يكتمل تحرر المرأة وتتأكد حقوق الإنسان وحرياته وهو منعطف تبدو فيه تونس نواتا ورائدة ونموذجا التحية لقادة هذه التحولات في تونس وأخص بالذكر سيد الرئيس الباجي قائد السرشي الذي يعد انتخابه بالنسبة لي على الأقل النموذة الديمقراطية الأول في العالم العربي التحية للشعب التونسي التحية لك أيها سيدة الوزيرة ولكم جميعا أيها الأخوات والأخوة الحضورة أنا أقول أن هذا الوسام وسام على لكم كلكم أنتم المستقبل أنتم الشباب الشباب والشباب الوسام دا لكم الوسام دا بفضلكم بفضلكم أنا أخذت هذا الوسام بفضلكم لأنني كنت ضد الحكومات جميعا وضد أنواع السلطة جميعا فأنا حصلت على هذا الوسام بفضلكم منكم وإنتم اللي جبتوني إلى تونس وإنتم اللي كرمتوني اليوم مسيرة طويلة وصعبة ولكن مثل هذه اللحظات أجمل من أي ألم يعني الألم يذوب والتعب يذوب في هذه اللحظات الجميلة هو نوع من الاعتراف نوع من توثيد على حياة السفادة وحياة العربية وأعتقد أن هذا توثيد ضروري خاصة في هذه المراحل لا يزيل الحق الفرد للدين ويجب أن ندافع عن حقه في أن يكون له دين أو لا دين وقصد بين الدين من جهة وما هو سياسي سفاة في اجتماع المجهة الثانية لكن حتى هذا القصر لن يكون إلا مخدمة بنضاء طويل